عندك هيدا القلب الكاك يلي بنفتح من الجهتين مثلا انت بس بديك تعمل قطو للأسف او مرار بينزل من الجوانب باعتمد هيدا الطريقة رح علمك عليها منجيب الغطل اللي تحت ومنجيب السانيتا او الاصدير منقصها بهيدا الطريقة ورح نحط الغطل من فوق حتى يكمش كتير منيح عليها هلا هون احنا شو رح نعمل رح نرفع السانيتا او الاصدير بهيدا الطريقة شايفين كيف ولا اسهل من هاك هلا هون مصلا نحنا نتليها ذات من فوق هلا هون شو مانا نعمل مانا نحط ورق الزبدة طبعا الورق الزبتي من تواجدي عند الكل تحتى يطلع معانا قالب من جوه مية بالمية اعتمد هيدا الطريقة كيف انا عملفها منحطها هيك بالنص ومنقصها على شكل الدائرة من تحت ومنحطها من جوه هون ساعدا فيك تحطي كاك يعني كاك اللي بدك بتحطيها بقلبه ومستحيل يظهروا لبره اعتمديها يوم رح علمك على طريقة بتجنن واعتمديها دايما بالفازلين تضاين ريحتك 24 على 24 ومستحيل ترجع تحطي ريحة مرة تانية شو بتعمل بتجيبي شوية فازلين واي ريحة متواجدة عندك بتكون زيت او تكون تقيلة انت اللي بتحبيها بتخلطوني كتير منيح بقلب بعض بتحطي وراء دينايك على رائبتك على دايك اعتمدي هيدا الطريقة وصدقيني رح تدعيلي رائعة جدا 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 اعتمديها ضاع الاصدير داخل الحمامك وارتاح من اكبر مشكلة انت بتعاني منها في ناس كتير بيكون عندهم حساسين مش قادرين ما بيشموا مثلا ريحة الكلوريكس او ريحة الخال او قطوات التنظيف وبدون ينلامعوا الحنفيات بتجيبي شقفة من الاصدير وبتفركيوهن وين بالحنفيات رح تلاحظ الفريق كيف كانت وكيف رح تصير شايفين كل هات الدبوغات رح يروحو كليتون اذا حبيتها بعطيها لغيرك تحتى يستفيد من هيدا المعلومة البسيطة والحلوة وما تنسيني المتابعة والشير والكومنت تحتى شوف اراءكن شو رأيكن؟ فكرة مش رح تخضر على بال العفريق دايما نعتمديها بقلب بيتك وصدقيني ما رح تطلعي خسراني نهائيا بدايتا من جيب الاصدير بهيدا الشكل ورح نقصها او نقصنا بالنص بهيدا الشكل ورح نعمالها على شكل الامع اذا بحال في اشخاص ما عندهم موعة فنعفينا نحنا نعمل من الاصدير امع من بعد ما نعملوا بهيدا الطريقة رح نسكروا كتير منيح من فوق بهيدا الشكل ورح نجيب هون الانينة امرار كتير نحنا عمنا نعبي من القلان من الانينة امرار بس نعبي مثلا بالكبية او بشي رح يقعوا بهيدا الشكل بطريقة زكية منجيب الامع بهيدا الشكل ورح ندخلوا وين بقلب الانينة ورح ندلق كل المايات هون مستحيل يقع لبرا وهك نحنا منضمن حالنا ومستحيل نجو الدنيا هتمديها وما تنسيني من اللايك والشارك والكومنت بفكرة كتير حلوة بالاصدير ضع الاصدير فوق النار وارتحمل اكبر مشكلة نحنا منعاني منا نحنا ازا بحال نحنا ما ندوب الدجاج ما ندوب لحمة ما ندوب مثلا نسجوء اي شي طابوق شم تعملوا طريقة زكية بتجيب الاصدير طبعا انا هون حطيت الماي حتى يغلوا كتير منيح منجيب الاصدير ومنكبسهم على شكل الدوائر بهيدا الطريقة منعملش ثلاثة اربعة حسب المتواجدة نحن تكون بتحطوهن وين مباشرة فوق النار بهيدا الطريقة او فوق الطنجرة شايفين كيف هلا هون بعد ما نحنا حطينوهن بهيدا الطريقة رح نجيب الصح اللي انا حطيت عليه السجقات ورح نحطوه مباشرة فوق ومنغلو اعلاي هون هون يصدقوني بخمس دقايق وبعشر دقايق رح يدوبوا كلهم اعتمدوها ورح تعدوا اولي عندك بطارية صغيرة وبطارية كبيرة ومسلا بديك تحطيها انت بقلب الريمون او بديك تحطيها بأي اللعبة بديك تدوري مثلا لعبة بنتك او ابنك رح علمك عهيدا الطريقة واذا مش مصدقيتني قمي هلا اعمليها وانا نطرا كومنتك تحتى شوف رأيك اذا صحيح او لا بداية من جيب الاصدير مثلا قدين احنا بحاجة الاصدير شوي صغيرة قد كبر شو البطارية الكبيرة ورح نلفها بهيدا الطريقة طبعا منلفها من الجهة اللي تحت بهيدا الشكل ورح نحطها بقلب الريمون او بأي لعبة وصدقيني رح تدور يعني يمكن حتقول ممكن عم بمزح انا مستحيل لا امي جار بيها واكتبيلي تحت بالكومنتات وبس تزبط عمليها شير للكل فكرة مش رح تخطر على بالك رح نوفر كهرباء كتير كيف تابع معي الفيديو للنهاية بداية بتجيبي اي كباية متواجدة عندك او فيك تجيبي مثلا البابسي قنينة البابسي بتقصيها بالنص اذا ما انت ما بدك توصخي مثلا فنجان بتحطي بقلب الفنجان بتحطي شوية زيت بهيدا الشكل بتجيبي مثلا اي ماشي قاسية مثلا الفوت الطبعوة المطبخ او اي شي رح نقصها هيك بالطول بهيدا الشكل ورح نجيب الاصدير ونوضعه وين فوق الفنجان بهيدا الشكل رح نحط اول وحدة ورح نضيف الوحدة الثانية طبعا هيدي الانا الشقف اللي شلتها رح نتلتلها زيت ورح نحطها وين بقلب السقب اللي نحنا عملناه بهيدا الطريقة من بعد ما نفوته بهيدا الشكل هون نحنا هون رح ندور بالقديحة ورح تضاين وقت كتير كبير هون من مستحيل تطفي معنا احتم ديها ورح تدعي لي وبعطيها لغيرك حتى يستفيد